موسيقى مرحبا طلاب اليوم نشرح لكم ان شاء الله التابتر التاسع من مادة الطرائق Communicative Language Teaching تدريس اللغة التواصلية خلينا نشوف شون تتضمن هاي الطريقة أنا يقول بالintroduction بالمقدمة يقول انه انت لاحظت انه اهداف او هدف معظم الطرق اللي درسناهم كل اهداف هن تتضمن انه الطلاب يتعلمون شلون يتواصلون باللغة المستهدفة هي هاي غاية معظم الطرق اللي درسناها انه شون الطلاب تتواصل باللغة المستهدفة شلو هنا السؤال اللي راح يطرحه في السبعينات في السبعينات فهنا المعلمين المدرسين او مدرمين اللغة بدوا يتسائلون بالسبعينات انه هم راح يحققون هذا الهدف بالطريقة الصحيحة انه يعلمون الطلاب اشلون يتواصلون باللغة المستهدفة فالسبب السبب اللي خلى هاي الطريقة تنوجد السبب الاساسي هذا اللي راح اقراه حاليا شدو السبب؟ بعض المعلمين لاحظوا انه الطلاب يقدرون ينتجون جمل بشكل صحيح بشكل دقيق بالدروس لكن هذال الطلاب ميقدرون يستخدمون هذي الجمل او يلفظوها بشكل مناسب لما يعني بشكل صريح لما يخرجون يتواصلون خاوج الصف خاوج القاعة الدراسية فهنا ده يقول انه هم بالقاعة يقدرون ينتجون بعض الجمل لكن بالخاوج ما يقدرون يتواصلون يعني بهم بالخارج they are not communicative they are not good communicators مو متواصلين جيدين فهاي الطريقة اكتشفت لهذا السبب انه شون الطلاب اللي تتعلم الاشكال اللغوية يتواصلون بالخارج اوكي 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 من إتقان الهيكل اللغوي الهيكل اللغوي اللي أقصد به إنه الكلام ومعناه وقواعده تطلب أكثر من هذا الشي تطلب كميونيكيتيف كومبوتنس كفاءة تواصلية هسا راح نوضحها لكم فهنا القصيد من هاي إنه اللينغوستيك ستركتر مو كافي حتى تقدر تتواصل بالخارج اللينغوستيك ستركتر إنه أنت تعرف مفادات تعرف قواعد لكن هذا مو كافي تمام خلنشوف Due to the fact the language that language was fundamentally social هذا هالدي قال إنه على الرغم أو يعني إنه هي حقيقة إنه اللغة بالأساس هي اجتماعية زين Within a social context language users needed to perform certain functions وفي السياقات الاجتماعية خلي أحددها لكم هنا يقول هذا ال wikens هذا العالم الآخر يقول بالسياقات الاجتماعية social context المستخدمين اللغة يحتاجون يأدون functions certain functions functions وظائف معينة بالسياقات الاجتماعية يعني اللغة إحنا حتى تكون communicative حتى تكون communicator تمام لازم تستخدم اللغة بالمجتمع because it's fundamentally social اجتماعية مثل ما قال هالدي فبالسياقات الاجتماعية مستخدمين اللغة لازم يأدون وظائف معينة إذا أدوها هم رح يصيرون communicators شنو هي هذا الوظائف مثل promising المواعدة inviting الدعوة declining invitations رفض الدعوة فهذا الشي تمام هذا الوظائف اللازم أأديها حتى أكون communicators هذه الأشياء اللي أتوصل بيها أنه أواعد أنه أدعي أشخاص يفهموني وأفهمهم أرفض الدعوات هذا كأكزامبل تمام هسا رح نجي للمهم جدا بهذه الطريقة students may know the rules of linguistic usage فيكون هنا طلاب يعرفون ربما قواعد قواعد الاستخدام اللغوي تمام الgrammar وهي كل الكلام فيعرفون قواعد الاستخدام اللغوي زين زين but يعرفون قواعد الاستخدام اللغوي but be unable to use the language بس هم مو قاتلين يستخدمون اللغة زين ليش هم مو يعرفون استخدام قواعد الاستخدام اللغوي الازمنة القواعد المفردات يعرفون معانيها زين تطلب اكثر من الكفاءة اللغوية زين تطلب it required communicative competence كفاءة تواصلية تمام مثل ما قال هذا العالم تمام هو طريقة السن على هذا الشي كله knowing when and how to say what to whom بحيث communicative competence شنو معناها انه انت تعرف الشوكت وكيف تقول الشيء المعين للشخص نفسه للمفعول اوكي فهذا اللي يقضل بها communicative competence knowing when and how to say what to whom انه تعرف وشوكت وشلون تقول الشيء المعين للشخص تمام هذا communicative competence الكفاءة التواصلية زين لانه الليغوستيك competence هذه مو كافية حتى اكون good communicators خش وإحنا نريد نكون good communicators من خلال هاي الطريقة طيب such observations contributed to a shift in the field in the late 1970s and early 1980s يقول هذه الملاحظات اللي هس حتيتها آني هاي الملاحظات communicative competence وشتون هاي الوظائف اللي هي promising inviting declining invitation هذه الملاحظات ساهمت بإحداث تغيير shift تمام بهذا المجال بالسبعينات وبداية الثمانينات from linguistic structure centered بحيث من تكون اللغة محور اللغة محور المنهج محور اللغة يعني محور الطريقة اللي أريد أتعلمها آني linguistic structure الهيكل اللغوي إلى communicative approach تمام فآني هنا هاي الملاحظات خلتني أنتقل من linguistic structure centered approach بحيث من أنه هيكل اللغة هو محور النهج إلى communicative approach اللي هو التواصلية أوكي أو التواصلية هو محور النهج تمام تمام خلوش دعونا نرى من اللي قال هذا ويدوسن 1990 زيب دعونا نكمل applying the theoretical perspective of the communicative approach تطبيق النظرية أو المنظور النظري تطبيق المنظور النظري للنهج التواصلي communicative communicative teaching aims proudly to make communicative competence the goal of the language teaching فهنا هاي الطريقة CLT اختصار هذا abbreviation مع الطريقة هاي شو تحاول الطريقة شو تسوي المن تهدف تهدف broadly بشكل واسع تهدف الشنو to make communicative competence بحيث تخلي الكفاءة التواصلية هي هدف هاي الطريقة هي هدف تدريس اللغة مو linguistic comp مو كفاءة لغوية لا communicative competence اني شلون اصير انسان communicators بشكل جيد بالمجتمع اقدر اتكلم معي ناس يتكلمون وياي افهمون ويفهموني يصد بيناتنا feedback تعليق تمام هذا اللي يقصد به زين what this books what this looks like in the classroom may depend on how the principles are interpreted and applied وهذا يعتمد نوعا ما بالقاعة يعتمد على شلون هذي الprinciples يتم ترجمتها وتطبيقها اوكي هذا اللي حتينا هسا وشلون اطبق هسا انا شلون اخلي الcommunicative competence هي هدف تدريس اللغة اكيد عدي principles وعدي تكنيكس اطبق بالقاعة صحيح فهنا يقول هذا يعتمد هذا يبدو انه يعتمد انه شلون اني اطبق او اترجم هذي الprinciples بالقاعة اوكي انتبهوا لأسماء العلماء كل عالم عندها في هذه الملاحظة مهمة كلابرج قال لانه CLT تفتق بشكل يعني نسبي تفتق انه توصف اوكي التكنيك اللي هي التقنيات تفتق بهذا الشي as compared with some of other methods we have just looked at مع مقاونة بالطرق الاخرى اللي درسناها احنا CLT is fuzzy in teachers understanding بحيث CLT تكون غامضة او ضبابية او مشوبة مو واضحة جدا مو واضحة لماذا مو واضحة لانه حتيت هالسيكلت بحيث لانه التكنيك راح يعني شو ما نقول التكنيك التكنيك الاساتذة او المعلمين ما راح يطبقوها او يفسروها بشكل واضح تمام فهو الشيء يؤدينا الى الشيء انا حتى اخلي الكميونيك 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 هدف تدريس اللغة فهذا فهذا يعتمد على شلون الاساتذة يفسرون ويطبقون البرينسبول بس بما انه البرينسبول او بما انه CLT تفتقر ايصاف هذه التقنيات او وصف هذه التقنيات بالقاعة تفتقر انه توصفها بشكل صحيح او بشكل واضح لذلك هذا الـ CLT راح تكون فزي وحا تكون ضبابية لانه CLT قاعات تفتقر انه توصف هذه التقنيات بشكل واضح فراح تكون عندنا فزي فهذه الفزي ناس مثلا ما تشوفون اللي هي عدم الوضوح وهذه اعطى المرونة وحيث محلها تتحمل الى 30 سنة مدة طويلة ليش however its flexibility also means the classroom practices differ widely even when teacher reports that they are practicing CLT نادا يقول انه كل استاذ يتكلم عن CLT راح يتكلمها بشكل مختلف راح يطبقها بشكل مختلف لانه التكنيك مع CLT يعني نفتقر نطبقهم بشكل واضح تمام بشكل مفهوم وهذا يعطينا flexibility يعطينا حرية تمام راح يمارس ويطبقنا هذه التكنيك بشكل مختلف تمام على مدى واسع على الرغم انه شوفوا انه تيتيبز يقول reports that they are practicing على الرغم انه هاي معلمين لما يتكلمون عن CLT ويطبقوه ويمارسوها راح كل شخص يقول من متهة النظرة او يعني من فهمة تمام لانه هي CLT ضبابية يعني مواضحة It is probably fair to say that there is no one single agreed upon version of CLT هذي اللي لازم تركزون عليهم لقولنا من المحتمل او من الواضح انه CLT ما بيها نسخة وحدة متفق عليها كل استاذ تمام بيها بيها مدى بيها مدى انه الاستاذ يداخذ راحته ويدرس من خلاله تمام وايضا بسبب انه التقنيات اللي موجودة بيها مو بسهولة اني اطبقها بحذافيرها انا افتق لها هاي الصفة وعجيت عن هذا تمام تمام نفس نفس سوف نفعل طريق الطريق البقية نفعل التقنيات والتقنيات بيها بيها ارغم نفس نفس انا سوف افهم ها من خلال الطريقة العادية شون افهم الطرق البقية تمام تمام هذه بالنسبة لل الانترودكشن هس الان نجي الان نجي هذا الاستاذ ما علنا بها وعدنا هنا مثل ما تشوفون thinking about the experience هذان كلهن موجودات وين بال principle وال techniques وبشكل موسع فهنا فقط لي حب خلي يقراه نوو بشكل سريع لانه هنه مهمات مو مو مهمات لكن هنه رح فصل هنه بال principles وال techniques فما اريت وقت نك يروح لانه ورانا كلام خلي نجي هسا ل principles what are the goal of the teachers who use communicative language teaching CLT شنو هدف المعلمين اللي يستخدمون هاي الطريقة شنو هدفهم شنو غايتهم خلي نقرأ the goal is to enable students to communicate in the target language الهدف انو يخلون الطلاب قادرين حتى يتواصلون من لغة المستهدف زين شنو هنأسوي هذا الشيء آني to do this حتى أسوي هذا students need knowledge of the linguistic forms الطلاب يحتاجون المعرفة عن الأشكال اللغوية والmeanings والمعاني and functions والوظائف وظائف الأشكال اللغوية فنحتاج حتى نتواصل باللغة المستهدفة بالCLT لازم أني أعرف لازم عندي معرفة عن الوظائف والمعاني والأشكال اللغوية تمام تمام وبعد ما أعرف ذرنكين الأشكال اللغوية بعدها راح يصير عندي communicative competence كفاءة تواصلية أول شيء لغوية والدور تواصلية شوفوا اللغوية هي جزء من الكفاءة التواصلية هسا راح نطرق لهذا الشيء بprincipal على حدة فمثل ما حتيت حتى تواصل باللغة المستهدفة لازم عندي معرفة عن الوظائف والمعاني والأشكال اللغوية ولازم أيضا الطلاب يعرفون ويعلمون أن العديد من الأشكال ممكن تستخدم حتى تأدي وظيفة معينة and also that single form can often serve a variety of functions أو أيضا ممكن شكل واحد منفرد يخدمني ويساعدني بتقديم يعني تنوع عديد من الوظائف أو ممكن هذا single form الواحد الشكل الواحد ممكن يكون بوظائف متعددة تمام They must be able to choose from among these the most appropriate form فلازم هما يكونوا قادمين حتى يختارون من هذه الأشكال المناسبة Given the social context أعطاء السياق الاستماعي and the roles of the interlocators they must also be able to manage the process of negotiating meaning with their interlocators ركزوا لنا زيان ويعيبعوا يقولنا أنا لازم يكون قادرين حتى يختارون من هذه الأشكال المناسبة Given the social context وأيضا تعطيهم سياق اجتماعي and the roles of the interlocators وأدوار المحاورين تخليهم هما يتحاورون أعطيهم سياق اجتماعي تمام وأيضا أطيهم أدوار المحاورين أخليهم هما the interlocators زيان They must also be able to manage the process of negotiating meaning with their interlocators وأخليهم هما قادرين حتى يديرون عملية تفاوض المعاني يعني شن تفاوض المعاني يعني يتناقشون على المعنى على معنى الكلام وي المحاورين هما مجموعة Communication is a process فالتواصل هو عملية Knowledge of the forms of language is insufficient فمعرفة شكل اللغة هذا الشيء insufficient مو كافي معرفة أشكال اللغة مو كافي إذن شن الكافي الكافي أنه هذا اللي حجيتك كله أنه عدي معرفة عن وظائف ومعاني وأشكال اللغة أو أيضا أعرف شلون أأدي هاي الأشكال أو أأدي من خلالها وظيفة وأعرف أنه هذا الشكل المنفرد ممكن يخدمني بوظائف متعددة variety of functions أوكي وأيضا الأستاذ راح ينطيني كطالب راح ينطيني سياق اجتماعي حوارات اجتماعية social context تمام وهذا social context ينطيني أدوار تمام أدوار محاور بحيث أنا راح أحاور بيها راح أتكلم بيها هذه كلها تمام يلا تخلي عدي communicative competence كفاعة لكن معرفة فقط linguistic forms الأشكال اللغوية أو معرفة الأشكال أي أشكال اللغة هذا مو كافي وطبعا هنا جزء من الصورة راح ناخذ بالprinciples البقية الصورة اللي توصلكم لمرحلة الكفاية حتى تفتهم شنو الفرق بين communicative competence و linguistic competence تمام هذا هدف المعلمين الآن نيجي what is the role of the teacher what is the role of the students شنو دور المعلم وشنو دور الطلاب the teacher facilitates facilitates communication in the classroom فهنا المعلم هو أو المعلم هو يسهل التواصل بالclassroom تمام facilitate in this role بهذا الدور one of his major responsibilities is to establish situation likely to promote communication حسابا ولي هنا جدا مهمة شوفوا هذا دور المعلم شنو دور المعلم major responsible one of his major major responsibilities وحدة من مسؤوليات الكبيرة جدا شنو هي دورة establish situations بحيث ينشئ أو يخلق حالات likely to promote communication حتى يعزز التواصل تمام تمام وبعد during the activities he acts he acts an advisor أو أيضا الستاذ هو رح يكون دورة advisor تمام تمام رح يكون منتير تمام رح يكون هنا مراقب مراقب الإداءهم تمام تمام حسا عرفنا هذه أدوار المعلم he might make a note of their errors to be worked on at a later time doing more accuracy based activities وهو ربما يتفد ملاحظات على الأخطاء على errors بس الأخطاء لا يركز عليها كل شيء لأنه لا يركز على accuracy بالبداية هو يركز على fluency التي هي صحة الكلام ودقة الكلام فيكون ممكن يضطى ملاحظات حتى يشتغل عليها لاحقا بوقت accuracy based activities لأنه أكو نشاطات تركز على شنو على الدقة على صحة الكلام أوكي فهذه بوقت هذه النشاطات هو رح يصحح كلام تمام at other times he might be a co-communicator يعني شنو يعني أيضا متواصل وياهم زميل وياهم بالتواصل engaging in the communicative activity along with students أو أيضا يرتبط بالتواصل بالنشاطة التواصلي مع الطلاب يعني هم ويسهل وينشئ حالات تعزز الcommunication يكون advisor يكون monitoring تمام يكون مراقب لهم وأيضا يكون communicator بس يعني at others other times بأوقات أخرى فأنت نفرق هذه بالنسبة للإستاذ شنو الطلاب students are above all communicators أهم كلهم عبارة عن متواصلين يتفاوضون عن المعاني حتى شنو غايتهم حتى يخلون أنفسهم مفهومين even when their knowledge of the target language is incomplete حتى لو كانت معرفتهم عن اللغة المستدفة مو كاملة هم راح يحاولون يتواصلون ويتفاوضون عن المعاني ويخلون أنفسهم مفهومين بحيث على الرغم أنه دور دور المعلم دور المعلم يكون less dominant يعني أقل هيمنة أقل سيطرة than the teacher centered method أقل هيمنة من طريقة من طريقة محورها المعلم تمام وخذنا هاي الطرق اللي محورها المعلم students are seen as more responsible for their own learning إنا الطلاب مدام المعلم less dominant مو teacher centered method راح الطلاب يكون more responsible for their own learning ويكون هم الأكثر مسؤولية عن تعلمهم الخاص أوكي أوكي هذه خلصنا منها second principle خلي نشوف third principle واللي هاي طويلة بس لازم تركزون وهاي جدا لأنه هاي ربما تكون هاي والبعدها أشرح فقط بهذا الجزء من الطريقة والجزء الآخر أكمل principles البقية وأكمل techniques تمام لأنه هنا ردت أفصل هن فأراح أطول المحاضرة على العمور what are some characteristics of the teaching learning process عملية التعلم أو عملية التدريس شلون راح تكون شنو خصائصها وأكون سؤال للأستاذ يقول what are the process of learning in the CLT classes تمام هذا السؤال موجود على على بالطريقة هو المؤلف الأستاذ الكتاب نفسه هو أصلا ذاكرة فهذا الجواب راح نعرفه من خلال شرحنا لي characteristics يقول the most obvious characteristics in CLT is that almost everything that is done is done with communicative intent يقول الشيء الواضح جدا أو الخصائص الواضحة جدا بـ CLT أنه يعني كل شي كل شي تم كل شي تم ببنية تواصلية with communicative intent الخصائص كلها الشيء المشترك بها والواضح بها أنه تمت أو نقدر نلخصها بنية تواصلية شلون يعني خلي يعني خلي يعيد بصياغ أخر يقول الخصائص هنا الخصائص الواضحة اللي موجودة بـ CLT الخصائص اللي راح نركز عليها هذه يعني كل شي كل شي بها تم بنية تواصلية على الخصائص أنا راح أحكيين كلهن وراح أوضح بنية تواصلية يعني هم والقصد هنا أنه هذا الطريقة ما بها شي خارج التواصل كل غاياتي أنا وكل نية تواصلية زين شوفوا هنا أول شي عندنا خصائص الأستاذ راح يطيهم راح يخلينهم يتعلمون من خلال نشاطات تواصلية هذه أول شي خلي خلي أحدد وياكم نقاط خلي نحدث هو نقاط هذه رقم واحد من خلال نشاطات تواصلية مثل الألعاب أوكي role plays problem solving task مهام حل المشاكل هذه أول شي لأن activities that are truly communicative لأن النشاطات أنه هي يعني هي تواصلية according to مورو جونسون and مورو have the three features in common أوكي هذه النشاطات أو النشاطات تواصلية بها ثلاث خصائص وهذا ممكن تجي فراغات information gap فجوة أو فراغ بالمعلومة يعني شخص يعرف المعلومة أو choice خيار الاختيار أو feedback التعليق وهذا سنتدرس ثلاثة بالتفصيل فهذا هذن الشيء هذن features features اللي يتكلم عنه منه مور جونسون and مورو بحيث يقولون ان activities that are truly communicative اللي هي تكون تواصلية لازم تمتلك ثلاث خصائص اذا ما تمتلك هذن ثلاث خصائص هاي activities مو communicative تمام مو communicative فخلين شوف هذن ثلاث خصائص خلين ندرس اول شيء عندنا information gap information gap شنو الفجوة المعلوماتية او فجوة المعلومات لما exist when one person in an exchange لما شخص يعني يتبادل اوكي knows something that other person doesn't know لما شخص بموقع تبادل تبادل معلومة يعرف شيء معين لكن الشخص الاخر ما يعرفه وحنا مورين يسوي في التواصل بين اشخاص فاول شيء عندنا information gap اثنين دايح شون شخص يعرف المعلومة وشخص ما يعرفها شخص in an exchange بموضع تمام يعرف معلومة وشخص اخر ما يعرف المعلومة if we both know today is Tuesday اذا اثنين نعرف اليوم Tuesday ثلاثة and I ask you what is today and you answer Tuesday إذا قلت لك شون اليوم وقلت ثلاثة our exchange is not really communicative هنا رح يكون مو communicative ليش لأنه ما عدنا information gap ما عدنا فتفجوة بالمعلومات نعرف نعرف اليوم ثلاثة فهذا مفت شي تواصلي مفت شي فعال او يخلينا good communicators ركزوا عليه هاي اول شي ركزوا عليه سؤال مو مو سؤال مو سؤال شو رح يكون هذا اسمه سؤال فهذا اللي السؤال اللي اثنين نعرف جوابه هذا ما اسمي information gap يعني شنو بحث هو سؤال لطرح المعلمين للاطلاب حتى شنو يقولون اللي يعرفوه بس هذا مو معنى انو الاستاذ ما يعرف جوابه وضحة الفكرة هنا هاي يريد يختبرهم ففرقوا لي بين information gap وبين discipline question وال information gap رح يكون communicative اما discipline question is not really communicative ليش because both of us we know the information communication هذي خلنا نقول عليها رقوم الثنية خصيص الثانية any communication the speaker has a choice of what she will say and how she will say it هيا مو قلنا information gap حتين آها هسا نجد choice الخيار هنا يقول الاستاذ المتحدث من الاستاذ المتحدث الى الخيار شنو اللي يريد يقوله وشلون يقوله انا اخلي براحت I will give him the tolerance اطيل مرونة خلي براحت هذا شي ضروري ومهم if the exercise is tightly controlled لانه اذا هذا الانتمرين مسيطر علي او محكوم علي so that students can only say something in one way بحيث الطلاب راح يقولون شيء بطريقة وحدة the speaker has no choice بحيث المتحدث ما عنده خيار and the exchange او موضع التبادل therefore is not communicative وهذا مو communicative تمام in a chain drill for example if a student must reply to her neighbor's question in the same way as her neighbor replied to someone else's question then she has no choice of form the student content and real communication doesn't doesn't occur باع هنا منط مثال شو يقول يقول انت ذا طالب ذا طالب يجاوب على سؤال جيرانه بنفس الطريقة اللي جيرانه يجاوب بيها على جيران الاخرين على سؤال اخر فهنا الطالب ما راح يكون عند الخيار حتى يشكل المحتوى بنفسه او حتى يخلق تواصل حقيقي real communication فreal communication هنا يكون مما وجود فاني لازم يكون عند choice هاي باختصار شديد لازم عندي choice ولازم عندي فوق information gap نحن نجي للي بعدها اللي هي شنو هذي feedback تعليق قبل feedback قنا نشوف شنو هذي true خلس سميها هاي رقم 3 عفو 3 حتى شنو تكون واضحة عن شنو دا اتكلم the communication is purposeful يعني التواصل لازم يكون هادف اكضا لازم يكون هادف اوكي a speaker can thus create العفو a speaker can thus evaluate whether or not her purpose has been achieved based upon the information she receives from her listener فهنان لازم المتحدث يقيم سواء كان الغرب او سواء كان الهدف تم تحقيقه يعني بناء على المعلومة اللي يتلقاها من المستمع لو ما تم تحقيقه بحيث لازم يكون هادف لازم اكون اكف ربط بالكلام اوكي if the listener doesn't have an opportunity to provide the speaker with such feedback هذا ركزوا عليها جدا مهمة وذا المستمع ما عند الفرصة المستمع مو المتحدث المستمع ما عند الفرصة يزود المتحدث بتعليق بfeedback then the exchange is not really communicative هذا يصير مو communicative تشوفون عندي اشياء وملاحظات جدا ومهمة وهو الكلام الاسطر كلها لدي اشياء مترابطة لذلك ركزوا على هذه الامور فاذا الاسنر ما عند فرصة يزود نم فيدباك لما انا سبيكر دا احتي وانتم حاليا الاسنر انا اذا ما انطيكم الفرصة تزودون فيدباك فهذا communication ما رح يصير فعال اوكي اوكي forming questions through transformation drill may be worthwhile activity but هنا يقول تشكيل الاسئلة خلال التحول بالكلام ممكن يكون فعال او نشط but it is not in keeping with CLT since speaker will receive no response from listener لكن هذا الشيء يعني شوما نقول مو ميضمن ب CLT ليش لان السبيكر رح يستقبل ما يستقبل ردود من المستمع لذلك هذا ميضمن CLT زين she is thus enabled to assess whether her question has been understood او ايضا ما راح اعرف او ما راح اقدر ما اقدر اقيم اذا كان السؤال مفهوم او لا لذلك هذا ايضا ما راح يكون communicated تشكيل الاسئلة خلال التحول يعني خلال التحول بالنشاط worthwhile activity انه هو نشاط الى قيمة او يستحق بس هذا النشاط يعني نشاط تشكيل الاسئلة دا يقلي انه ما يضمن او يعني ما تتبنا CLT لانه هنا الاسبيكر ما عند ما راح يستقبل ردود من المستمع وما راح يقدر يقيم اذا هذه الاسئلة تم فهمها او لا هذي هم ركزوا عليها الان نجي لي خل نسف ميها ملاحظة اربعة another characteristics of CLT is the use of authentic materials خصيصة اخرى و جدا مهمة وهي المواد الاثنتيك الاصلية يعني شنو المواد الاصلية الهو الكلام الاصلي اوكي اذا اذا شفون اكو عندي بال observations خلين نرجع انا محددها بس دقيقة هذه authentic language language as used in real context should be introduced الاثنتيك اللغة الاصلية هي المستخدمة بالسياق الحقيقي بواقع الحياة الموجود بواقع الحياة هي authentic it's considered desirable to give students an opportunity to develop strategies from understanding language as it actually used هذه تعتبر مرغوبة ليش مرغوبة لانه تطلب الطلاب فرصة حتى يطورون استراتيجياتهم ويفهمون اللغة يعني شلون تستخدم بالواقع يعني يجيبها من الواقع يفهمها when it's actually used in real context لذلك هذا راح يكون مرغوب عد الطلاب لانه اي طالب من تطيف اشياء لغوية linguistic forms راح يشوفها معقدة بس من تجيب لأشياء communicative forms راح تكون authentic من الواقع راح يرغبها لانه راح يعبر بيها راح يندمج وياها اوكي اوكي هذا مهم ركزوا عليها نشاطات يتم انجازها in small groups تمام in small groups اوكي there is no explicit theory of learning connected with CLT شوفوا ما يقول لكم هنا يقول انه يفضل يفضل انه small numbers of students interacting are favor عدد قليل من الطلاب هم مو small group عدد قليل من الطلاب يتواصلون حتى شنو حتى يعني ازيد الفرصة للطلاب حتى يتكلمونك اكثر فأقل العدد الطلاب بالتواصل اوكي اوكي فهذه بالنسبة للcharacteristics هذه حتيناها فصلناها بالتفصيل ما خلينا شي عبرناه ان شاء الله صبحت واضحة الان ننتقل الوقت صلى 42 خلينا ننتقل نقرأ هذه الأخيرة what is the nature of students teacher interaction what is the nature of students student interaction اللي هو التفاعل بيناتهم شون يكون التفاعل فارقوا بين التفاعل وبين الرول دور الأستاذ وفي شكل دوره والتفاعل شي اوكي the teacher may present some parts of the lesson ممكن المعلم هو يقدم جزء من الدرس at other times بأوقات أخرى he is a fascinator هو المسهل للنشاطات but he doesn't but he doesn't himself interact with the students هو مدائما مدائما يخلي نفسه بالتواصل ويا طلاب مدائما but sometimes he will be the fascinator sometimes he presents some parts of the lesson sometimes he is a cool communicator تمام هو يكون متواصل اوكي sometimes ذني مدائما but لأنه قلنا غالبا هي تكون نطلاب but more often he establishes situation there ونانا حتناها بالرول هو ينشئ حالات حتى للطلاب يتواصلون that prompts communication تعزز التواصل between and among the students بين الطلاب الطلاب التفاعل the students interact a great deal with one another يتواصلون فيما بين بعضهم الطلاب they do this in various configurations pairs trades small groups and whole groups شون يسوو هذا التفاعل الطلاب configurations pairs trades small groups and whole groups فذلك تحفظوهم مهمات هم تجفراغات ف this is the interaction بالنسبة للإستاذ بالنسبة للطلاب هذه المحاضرة الآن تنتهي لأنه صارت طويلة تنتهي وإن شاء الله المحاضرة اللي جاية أكمل بي هذه الطريقة بالكامل أكمل principles اللي بقى وأكمل التكنيكس بالكامل تمام تمام هذا كل شي وإن شاء الله هذا طبعا thinking about the experience قلت لكم فقط يعني هذا موجود نفسه بالprinciples فقط تطلعوا عليه وهذه بالنسبة للintroduction حتينا عنها واللي ما فهمها خلي عيد اللي قلتها جدا واضحة وبسيطة القصد من كلها communicative language أنه أنا ما أريد linguistic competence شنو أريد أريد communicative competence هذا من قلت لكم هذا العالم اسمه hymns وحتى البرونسياشن أنا لم أتأكد منه لكن هذا اسمه فهذا كل شي وشكرا لكم لك وشكرا لكم وشكرا لك لك شكرا